السلام عليكم كاسناكم تكونوا على خير محبا بكم عاي فيديو جديد وصفة جديدة الوصفة اليوم كيفما كتشوفوا لي ماغنوم كيك اللي واحدتكم بيهم في اخر فيديو غاز نحطهم لكم وراء الفيديو جيل لاير كيك هما هدولي كنت وجهت للانيفارسير وصفة سهلة ماشي مع قضاء سريعة تحضير وتقدروا توجدوها دغية دغية وغيء بدك شي اللي يبقى لكم من للاير كيك هنا عندي نوتلا عندي واحد عشرة جيل بيسكوي اوريو اللي تحنتهم تولوا مطحونين مزيان منيلين هنا عندي هذك اللي عقلته هذك الترفق عن اللي حيدنا دي الجنواز اللي قلت لكم را غنحتفظ به راني تحنتهم مزيان في الروبوت هولا لي كيفما شفته سوف نخلطهم مزيان تنسى الجميلية مع هذك اوريو وغاد ناخد نوتلا سوف ندير منها وحجو جمع القاس كبارين هنا جميع يمكنكم تجمعوا بلي بغيسوا على غالر شكور نواغ فروماج بوردولوتوس كونفيتشور كيبقى لحسب تقديركم شنو موش موش موكس بغيسوا جميع دي نفسي حاجة و هذي سوف نحن على فترة و اُرء أو غيسوا سوف احضرت كثيرا و سوف أتحاني و اخضت هذا الخلطة سيريون يجب أن تجمع مكورة صفيرتين سيليكون نعمر هذه الحفيرة جيدة ونجعل الحفراء من الوسط ونجعل الحفراء من الوسط ونجعل الحفراء من الوسط ونجعل الحفراء من الوسط يجب أن تقود أن تغدير الحفراء من الوسط ونجعل الحفراء من الوسط لكن كم تخصيها في نسبة النساء ونجعل الحفراء من الوسط اضع الكاك من فوق لتغطي المغنون اضع الكرامل اضع الكرامل جاهزة اضع الكرامل اضع الكرامل اضع الكرامل اضع الكرام film اضع الكرامل اضع الكرامل اضع الكرامل اضعت الم fluid كيف يمكنكم أن تشاهدون كيف تشاهدوا نجيمات و أحليوات و أحليات الورد البلدي و العقيق في البيض و الصفر نتمنى هذا الفيديو يكون أعجبكم و سمحوا ليه بزاف على الفيديو الذي يحدث سأخذ لكم أحضرنا بإدعاء مقنوم كاك في صندوق الوزن حيث أخذ معكم إذا أردتم في طريقة التوفقية كيف تشاهدون و كيف تشاهدون في الشكولة والطريقة التي قدت لكم عليها تساعدكم بزاف بزاف أنا حاولت نشارك معكم بعض اللقاطات من العنية في أغساء اللي درت كيف ما قدت لكم كل شي كيف ما قدتوا و ما زال غدي نشارك معكم الوصفة لكم بك إن شاء الله منمور هذا الفيديو هذا مباشرة السلام عليكم و فيديو جديد إن شاء الله